اهلا وسهلا بكم من جديد بمطبخ رؤيا بما انه اليوم ديما عملة التونة فاروبا اليوم رح تحكي لنا عن فوائد التونة اهلا وسهلا بك ربان سهلا بك اهلا وسهلا صباح اهلا ربان كيفيك الحمد لله اليوم عملة التونة وهيك احب بالعكس انا بقولي انك رح تكوني عشان نحكي للناس قدي التونة مفيدة لانه دائما فيها اشياء مظلومة بتكوني تونة اهلا تونة اكيد من الاسماك المفيدة جدا احنا عنا مشكلة بتناول الاسماك امكان ما كلنا مناخد الكمية الكافية من الاسماك لانه احنا بلدنا مش كتير فيها اسماك دائما منتناولها وبرضه كمان مشكلة الاسعار يعني اعرفت مش الكل بقدر اكيد اكيد احنا دائما منتجه اذا معلب او مفرز مفرز الطازج مش دائما موجود بس اكيد لما تكون موجودها تعتبر وليمة كتير مهمة بالعالي اكيد طبعا احنا عنا مشكلة بنقص الفيتامين دي نعرف لانه احنا ما منتعرض كتير للشمس كنت عم بحكي هذي كلمرة مع ناس بقولهم احنا الصبح منطلع من البيت منركب بالسيارة صح مندخل على المكتب منروح الساعة ستة ما في احنا لازم نتعرض كل يوم على الاقل عشر دقائل لاشيات الشمس هاي لعشر دقائق ما عم حصل عليك وبعدين الشمس المش من وراء الشباك اكيد الشمس المباشر وبدون واقع شمس يعني بدون واقع شمس تكون يتعرض على الاقل ايدين وجه عشر دقائق للشمس هاي التشميسة سمع انه كتير بحب مرات لما شركات في بريك تلاقي الناس بطلع عشر هاي نعم يأخذ دي وبدأ اخذ دي ونكوتين نكوتين فالعكس هذه كتير مهمة هل سوف في الفيتامين دي وكما موجود بالاكل الفيتامين دي موجود بالاكل اول شيء بالاسماك هذه الرقم واحد وبعدين موجود بالبيض والحليب وهذه المنتجات فإحنا حتى البيض كمية قليلة الفيتامين دي فيه فإحنا المصدر الاساسي لاشعات الشمس مش كتير عم نحصل عليه فعشان هيك عم نقص كتير عاد في الفيتامين د بالحليب كيف وضع فيتامين دي في الحليب؟ الحليب طبعاً إذا كان مدعم يكون كمية كافية أكيد وأغلبهم الناس عندنا حتى ما بشربوا كثير حليب لأنه في عندهم قلون أو عندهم نفخة أو تلاقيهم بروحة للبن فهي عشان هيك عم بسير عشان كل مصادر فيتامين دي نحن نحكي خلص ولا واحد عم ناخدها بالضبط عشان دائماً يسألوني ليش كل حدا بعمل فيتامين دي أكيد يطلع قليل لأنه إحنا المصدرين الأساسيين أصلاً مش متوفرين ويحصلوا يعملوا فحوصات عشان يتأكدوا أنه كل شخصاً بيأخذ الكمية المناسبة الآن نحكي للتونة، التونة بميزها أكيد هي من نسميهم الأسماك الزيتية في عنا نوعين الأسماك في أسماك البيضة في أسماك الزيتية اللي هي لونها غامئ زي السلمون زي السردين زي التونة من لونها بتعرف إنها غامئة هذا بديل إنها نسبة الدهون موجودة فيها أعلى من الأسماك الزيتية ويتحسيها أدسم لما بتكليها حتى السلمة تحسي فيها دهن ولكن دهن صحي أكيد نشدد يعني أنه ليس دهنية مدهنة هي دهنية دهن صحي بالضبط، هذه الدهون أول شيء غنية فيها نسميها دهون الأوميغا ثري وكثير في أبحاث عملت على الأوميغا ثري وعليقتها في تقليل أمراض القلب تخفيف مثلاً أو التقليل من احتمالية حدوث الألزاهايمر حتى الاكتئاب له علاقة بالأوميغا ثري لأن كلها دخل بصحة الدماغ ما بتعكلي؟ ما يؤثر دماغك؟ ما هو نوع الدهون موجودة في خلايا الدماغ؟ إذا أخذت كثير دهون مشبعة، لحوم حمراء، زبدة، كميات هائلة فهي تجد أكلهم، شورما الصباح، برغر، الضهور، يعني ما في خضاره فوقك فهذا يركز سؤال، هناك إختلافات، مرات بتجد ألسا يقول لك فإذا أخذ الزبدة تكون أعلى نسبة أنك إذن تأخذ من الأوميغا أو الزبدة هناك أخذها من الأكل الطبيعي، أنت مع أي دراسة؟ مع من الأكل الطبيعي، هناك إذن يجد أوميغا ثري أعطي بعيارات عالية، يكون عادة في حد 1 جرام، 1 جرام، 2 جرام، 3 جرام هذه ننبح أنه لا نستهين فيها لأنه عادة الكميات العالية تستخدم علاجياً بإشراف طبيب للأشخاص التي عندهم تجلوبات أو غيرها وخاصة للوقاية من أمراض القلب هذا تكون بإشراف طبيب الطبيعي أحسن لأنه عندما تأخذ أوميغا 3 تأخذ فقط زيوت الأوميغا 3 بالحبة الموجودة هذه صح لكن عندما نأكل قطعة تونة أو قطعة سماء أو سماء أنت تأخذ بروتين أولاً تأخذ بفايتامين تأخذ بفايتامين تأخذ كل الفوائد مع بعض بالضبط الأوميغا 3 غير السمكة وين موجودة؟ الأوميغا 3 هي عادة أول شيء بالأسماء ثاني شيء بالمصادر لكن يختلفون الأوميغا 3 في عدة أنواق هناك نوع مثل الأوميغا 3 يسمى EPA والDHA وهذه المعمولين على دراسات لحالهم وهذه المصدرهم بالأسماء هناك نوع الثاني يسمى ALA وهذا موجود بالنباتات الأنول الإجوز واللوز والدماغ كلهم نحتاجهم لكن المعظم الدراسات كانوا يعملون على الـ EPA والDHA التي هي موجودة في الأسماء ليس أنه الجوز وزور الكتان والأشياء زيت الزيتون لا يوجد أعلى دهون الغير مشبعة الأحادية نوع ثاني من الدهون أيضا أبحاث كثيرة لكن كل نوع من هذه الدهون مفيدة يعني إذا نناولنا على الأقل مرة في الأسبوع سمك مرتين يعتبر كافي كافي حتى للحوامل أدي دراسات عملت على علاقة ما بين أوميغا 3 والذكاء الطفل تحوي العقلي وتقليل من الولادات المبكرة وإن يصبح الولادات أو إجهاد أو غزع فكثيراً في أبحاث عملت عليهم ومن أقل الهوامل يخافون من الأسماك لأنه بقيت زقبك فلأني هذا ما يتبع إلى أين السمك، في السمك النهري غير السمك البحري هذا هو واحدة من الأمور ثاني ما هو الكمية؟ نحن لا يطلوح أكبر من 90 جرام يعني من أطعة صغيرة من الصعابة الجديدة من الطلاح. أعتقدر أنرنا نتعود فيها إعادة. فقط إذا كنت أرخص من الرسل. ثم لا يعتقد أنه المسهر. لا يوجد سمك عارة جدا. يمكن أن تذهب للنطلاح واللطلاح. هذا النوع من تدخلي السمك كما تحصل أمر بها. نعود إلى نجد يقدر أنه أمر. لكن مثلاً اليوم عملتها ديمة حتى الأطفال لا يستطيعون أنهم لا يحبون السمك لأنه طعمهم وزاكل لأنهم لا يتعاودون عليه. عندما نذهب إلى اليابان والعصين، يجب أن يأكلون أكلهم ومتعاودون عليه. نحن لا يتعاودون. تستطيعون أن تساعد طفلك لتعاودي عليه. تغييره بطريقة الصباح. مثلاً الصيادية في الكثير من أولاد يأكلون السمك لحال. لكن إذا أضعوا سمك وروز صيادية يفكرونها مثل الجاج والروز. إذا أعلنا روتين أسبوعي، يتحول إلى روتين أسبوعي. لأنك جبت سيرة الأطفال للأسماك، يجب أن تكون داخلها ضمن نظامهم النظائي لأنهم أحوجوا الناس لفيتامين دي. ولكالكالسيوم ولكالكالسيوم والأوميغا ثري. كالسيوم موجود في السردين لما نأكل بالعظم. موجود. مفيد جداً. السردين مفيدة. نعم. نسبة كالسيوم وكالسيوم. فأنا نحن للأولاد، نحن دخلون الغذائي. وهلأ يمكن كل من يسمعونا هذه نصيحة منك. وطازج. يعني إحنا روحها طازج بعدين. طبعاً بعدين المعلم. أكيد يعني لأنه فيه أكيد المعلم مش زي طازج. صحيح. ولكن للأسوأ الإحتمالات. أسوأ الإحتمالات ما بيحبوا ما حبوا ما بدهم يدخلوا على. والأميات كمان بيش فيها على فكرة في تكون الأمة بتحبو أصلاح ما بدخل. ما يمكن أن أخذوه؟ هل من تفضلي أن هم يأخذوا أميجا ثري مدعم جنب الطائرة؟ لا، إذا تفضلي أن نأكل تونة. ألا، إذا كان هناك الخيار تونة، هناك الكثير من الأميات كاملة فيه هو بق البطاطة، وسمك. وممكن أن يشترطون سمك في للم فرز. سمك بايت. ومعنهم طباط وكثير زاكير. مع بطاطة مهروسة. مع بقدونس. لا يوجد مشكلة مع المكمل. إذا كان بس طبيب مشرف على الجرعة. لأنه كاندي. وننتبه أن الأطفال سيكون مثل كاندي. هو مثل كاندي. فبيخوف أن الطفل لا ينتبه. يأخذونهم أثنتين أربعة مثلا. يعني عجل يكون في مكان بعيد عن الأطفال. ونفهم الطفل أن هذا الدواء. فقط طعم وزاكير. لماذا يربطونه بالشتاء؟ دائماً فقط يبدأ بالشتاء. دكاترا قلت تقول لك اذهب إلى الأوميجا. يكترون الأسماك أكثر. لماذا يربطون السمك والأوميجا بالشتاء؟ لا. الأسماك أكيد مضادة للالتحابات في المواد. ومع النقص فيتامين دي. لكنه ممكن لكي نقصي. دي ما صارت. أخير. لأنه أنا لما ولدت بناتي في كندا. كانوا نقصوا بتمهم. صحيح. ولكنها تفاجأت في المستشفى قبل أن يخرجوا. لأنه لا يوجد شمس. لا يوجد شمس. ويعتمد أيضاً. ثم أنا ولدتي في شهر واحد. آآ. أحب 30 تحت السفر. 50 تحت السفر تحت السفر. كله شتوي شتوي. فكله بحاجة أكيد لنظام ثاني. طيب. بالنسبة للتونة. ما يمكن أن نحصل عليها؟ نحن الآن المعلبة. طبعاً. نحن نعرف. نحن صعب أن نأخذ التونة المعلبة. يمكن أن أسحارها تكون أغلبة. ولكن التونة المعلبة. ما يمكن أن نحصل منها على فوائد؟ الآن التونة المعلبة. نحن نعطي نصائح. أول شيء. يجب أن التونة تنغسل قبل أن تفتح. هذا أهم شيء نتبه لها. طبعاً. إذا كانت مضروبة. لا. أنا عادي. أخذها بالزيت. ولكن أصفيها. طبعاً. أصفيها منيحة. نحن ؟ أسكاء بعض الملايك أو م espergef. إنك أسكاء بعض الملايكين. يجب أن يكون الأصعب للطبع. وبأيضي منír أن كل شيء سوى الأبر tá incorporated, مرجونا إلى قال أو مستبعا الملايكين. أصلك. طبعاً. إن أنت traders doing نحن نحاط إطلاقها أميكا ثريا. الدهون المفيدة جداً أكيد ليس مثل اللحوم فيها كوليسترول ودهون مشبهة عالية أكيد لا فهذا اللي أكتر إشيء بميز وكمان كثير مفيدة لأنه في منها شرائح بقدر تحطيها بالسندوشات في منها بتكون تقدر تهرسيها وتحطيها مع السلطات يعني في لها قابلية إن نقدر وأسعارها من قدر نحكي في متناول الجميع يعني دائماً بأسر اعملوا الوصفة اليوم اعملوا الوصفة اليوم زاك طيب وافقت عليها وبعدين فيها جزار فيها خيضار ودائماً بقولهم اللي معلّبات اوكي لنقلل منها بس مثلاً عندي فطر طازج ولا فطر معلّب لأقدر أروح على الطازج لأشياء اللي بتقدر تروحي منها على الطازج روحي لأقدرتي أرجعي اخلي الأشياء اللي معلّب الأشياء اللي انت تقدر تشتري موجودة أسعاره كتير غالية انت بتقللي من استخدام المعلّبات وبتخليها على الأشياء الضروري ضروري لصفة طيب بدنا نتشكرك كتير ربع فنالك بقيت نهار سعيدة إن شاء الله شكراً لك اشتركوا في القناة